سؤال النهاردة من بنوتا بتقول إن هي بتشتغل زي والغرز أو النتيجة اللي بتطلع معاها شكلها مش زي النتيجة اللي بتطلع معايا وعايزة تشوف ظهر الغرزة ظهر الغرزة الكلية، ظهر غرز النسيج، ظهر الغرزة العدلة، كلهم واحد دي غرزة نسيج، هادي ظهر الغرزة، وهي يمكن مش واضحة ولكن تطلع عادي كده أصفف كده من ورا هادي الغرزة العدلة، برضو ظهرها زي ما انت شايفها وأغلب غرز الكرشية التونسي بيطلع مع ممزارها كده إلا بعض الغرز البسيطة اللي بتطلع شكلها شوية مختلف أو إن هي بترل مثلا زي الغرزة العدلة لو أنت ما عندكيش أخطاء في الغرزة فهي نتيجتك مش مختلفة أو حاجة بالعكس، شغلك هيكون زي الفل مفروش أي مشاكل ولكن هي الكاميرا شوية بس بتحلي مع تصوير النهار، خلفية فتحة، الحركات دي كلها بتديكي إي حق الشغل اللي طالع لا، يعني شغل قدام الكاميرا ده أحلى بكتير، لكن لا بالعكس ما فيش أي حاجة شغلك شبه شغلي، موش أي مشاكل النتيجة ممكن ما تكونش زي لو أنت استخدمتي أنواع مثلا خيوط مختلفة استخدمتي خيط سميك وأنا مثلا استخدمت خيط رفيع استخدمتي مثلا إبرة ضخمة وأنا استخدمت إبرة صغيرة ده بس اللي هيديكي الفرق أو الإحساس اللي أنت حاسة بيه ده ولكن هي هي نفس الغرز ونفس التأثير ما بفيش فيها أي مشكلة تعليمي دايما أن أنت تعملي حاجة اسمها فاتورة صغيرة كده عشر عشرين غرزة من القطعة اللي أنت هتشتغليها وشوفي الملمس والشكل هيتطلع معاك إزاي قبل ما تتورطي قطعة ضخمة وتحسي أن التأثير أو الشكل مش شبه الفيديو اللي أنت شايفاه طبعا سواء ده معايا أو مع غيري جربي الحركة دي فعليا بتحسسني بشكل الغرزة عاملة إزاي أقدر استخدم إبرة مثلا ضخمة أو صغيرة الخيط ده مثلا مناسبة بيطلع شكله حلو ولا لأ كل الكالكاعة دي بتروح خالص وقت ما أعمل الفاتورة الصغيرة اللي هي عشر سلاسل وابتدي أعرف أنا هعمل إيه وهشتغلها إيه تحديدا بس هي ممكن نتيجة تكون مش بتطلع شبه الشغل بالظبط عشان أحجام الإبر سمك الخيط ليس إلا مفيش أي شكل هيطلع معاك مختلف إلا لو أخطأتي في شغل الغرزة نفسها وده نادرا لما بيحصل معاكم لأنه كل حاجة الحمد لله بنشرحها بالتفصيل الممل وأي سؤال أنتو بتسألوه أنا بجاوبكم عليه سواء بفيديو أو حتى بتعليق فضهر الغرز زي ما انت شايفة تقريبا كل الغرز دهرها وشكلها بيبقى واحد الاختلافات اللي بتطلع معاك بس بيكون بسبب رقم الإبرة أو سمك الخيط وطبعا التصوير يعني ممكن التصوير هو بس اللي يكون محلي القطعة الزيادة ولكن مفيش أي اختلافات وبس خلاص تابعوني على الفيس والأنستة لو حابين وروحوا على تيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة شوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة باي